وفي لقاء خاص مع قناة القاهرة الإخبارية قال السيد أحمد أبو الغيت الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه لأول مرة يجتمع القادة العرف في الجزائر بعد مرور ثلاث سنوات على قمة تونوس أضاف أبو الغيت خلال اللقاء التلفزيوني الذي أجره مع قناة القاهرة الإخبارية أن القمة سوف يشارك فيها عدد كبير من القادة معضحا أن الرئيس الجزائري متحمس لخدمة العرب ولديه ثقة في قدرة الجزائر على تقيق شيء إيجابي للوضع العربية كما أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القمة ستشهد كذلك مواجهة القضايا وترحي المواقف من جانب الدول العربية مؤكدا أن القمة تعد فرصة للعودة للقضية الفلسطينية